قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب القضايا الإقليمية وخلال معتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني أشار شكري إلى أن مصر أصرت على أن يبقى معبر رفح مفتوحا وسعت مع الشركاء الدوليين لإيجاد آلية لإدخال المساعدات الكافية إلى غزة تأكيد سيطرت على موحساتنا القضية الفلسطينية وتطورات الحرب على غزة وكان قضية مصر تعتبرها سلب قضايا المنطقة تناول ما قالت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في خطاع غزة من مأساة إنسانية حقيقية تعد من أبشع أزمات التي يشهدها تاريخنا المعاصر بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي واتساع دائرة الصراع وهو ما شهدنا بالفعل في اتساع دائرة الصراع إلى لبنان وإلى اليمن والبحر الأحمر وإلى التوتر الذي شاب العلاقات الإيرانية التركية الإيرانية الإسرائيلية أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار الدخول ونفاذ المساعدات الإنسانية لأن الأوضاع تتفاقم إلى الأسوأ كل مدى وضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وضرورة فتح ففة المعابر لتوفير المساعدات بالكم اللازم وضرورة حماية العاملين في الخطاع الإنساني